في قرية خربة الوطن بالنقب عقد اجتماع تحضيري وذلك للتباحث في المظاهرة الكبرى التي ستجرى بمدينة بئر السبع الأسبوع القادم نحن دعينا لاجتماع تحضيري في قرية خربة الوطن هذا الاجتماع كان فوق المتصور يعني اجتماع بحضور جيد وكبير جدا الناس ملت هذا المداهمات وملت هذه العنصرية وهناك تجاوب كبير من قبل الناس للحضور والمشاركة في المظاهرة نحن نرى بدرة خير وبدرة هؤلاء السكان لن يردخوا لهذه المضايقات وما تقوم به الكيرين كيمت في خربة الوطن وقد دعا لهذا الاجتماع لجنة التوجيه لعرب النقب والمجلس الإقليمي للكرى غير المعترف بها حيث شارك فيه وفود من أنحاء متفرقة من النقب بهدف إنجاح المظاهرة التي تأتي في ظل الهجم المستمرة على القرى مسلوبة الاعتراف في الجنوب نريد أيضا تصعيد النضال بشكل مهني وبشكل ممنهج ومبرمج من خلال أيضا التخطيط ومن خلال وسائل الألام ومن خلال السياسة لا يعقل أن اليوم التحريض ضدنا والتحريض بالقتل والتحريض بالتهجير ومخططات الدولة بسارة المفعول ونحن ساكتين سنستمر في نظالنا كما بدنا قبل عشرات السنين حتى الاعتراف بقرانها حتى الاعتراف ببلداتنا حتى الاعتراف بمندنة حتى نيل مطالبنا كلها من مطالب إنسانية وأخلاقية اللي هي المطالب بسيطة العيش بكرامة على أرضنا ونحن من هنا ندعو أهلنا في كل ربوعهم ومضاربهم بأن يتجندوا في هذه المظاهرة لنقول للمؤسسة الإسرائيلية الظالمة أيتها المؤسسة الإسرائيلية الظالمة أنتم ظالمون وأنتم تهدمون بيوتنا ونحن سنناضل هذا الهدم وندافع عنه بصدورنا العارية ولكن سنسمع صوتنا لكم مجلجلا بأن ترفعوا أيديكم عن هذه الأرض وفي خربة الوطن خصوصا وتواصل الأطور الناشطة في أنحاء النقب الليلة بالنهار في سبيل إنجاح المظاهرة حيث وجهت دعوة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد للمشاركة والتواجد وتسجيل بصمتهم في النضال الشعبي ترجمة نانسي قنقر